أنا عشت الأمال بعد أن هوت بها شهور الجفاف هكذا يمكن وصف تأثير الموجة المطرية التي شهدتها البلاد المسؤولون يؤكدون أن الفرصة متاحة لتوضيع الخسائر المائية في خزينة العراق والمختصون يرون أن التعويض يجب أن يكون وفق تخطيط ستراتيجي وأن يستثمر بشكل صحيح خزينة في الخزين المائي بنسب متفاوتة دخلت السدود والخزانات ودعم لموسم الزراعة الشتوي نتيجة مياه الأمطار الأخيرة التي سقطت على العراق وزارة الموارد المائية تقول أن الكميات المائية التي تحققت من الأمطار تم خزنها للإفادة منها حسب الخطة الموضوعة للتصرف بالمياه هذه الأمطار والسيول أمنت بشكل كبير تعزيز الرأية الأولى للموسم الزراعة الشتوي وبالنتيجة خف الضغط والمنافسة على المياه السطحية على المياه الجارية بالأنهر دعم معدلات الأمطار والسيول كانت محدودة وقليلة جدا ولكن بالتأكيد تم الاستفادة منها في تعزيز الخزينة المائية بنسبة بسيطة جدا الزراعة في العراق عانت كثيرا من شحة المياه وانخفاض الإطلاقات المائية ضمن جداول الاستخدام ما أجبر العديد من المزارعين على هجر أراضيهم بعد أن تحولت إلى مساحات جرداء متعطشة زخات الأمطار تلاقفت معاناة العديد من المناطق الزراعية في الوسط والجنوب وسقتها أضعاف ما تحتاجه من المياه لحد الآن لم تتوصل الحكومة العراق كل الحكومات المتعاقبة على اتفاقية بما أن أزمة المياه هي أزمة عالمية إذن يجب أن نذهب للخيارات الأخرى انخفضت الزراعة راجعت عندنا الزراعة فقدنا أبسط شيء الاكتفاء الذاتي بالحنطة نحتاج إلى خمسة مليون طن لم نحقق الموسم الماضي أكثر من مليونين دول المتشاطئة مع العراق تعسفت مع العراق من خلال خرق القوانين ببناء السدود والمرأة استغلت ظروف العراق ومشاكل العراق لزاما وحتمية على الحكومة العراقية أن تلجأ إلى تفعيل دورها التفاوض مجددا ولكن بطريقة ضاغطة مع تركيا وإيران بشأن الإطلاقات المائية التي قطعت وأثرت بدرجة كبيرة في زراعة وجفاف الكثير من الأنهر يقول خبراء أحمد ليث بغداد الرابعة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر